بسم الله السلام عليكم مش هاب سنة اولى ان شاء الله بالتوفيق في المتحان اللي جاي نتكلم على موضوع الجاز جنجرين احنا بنتكلم على حاجة اسمها جاز جنجرين الجاز جنجرين معناها الغرغرينة يعني ايه غرغرينة غرغرينة دي حاجة او مرض بيتعامل ببكتيريا اسمها كوليستريديم اسمها ايه اسمها كوليستريديم طب دكتور ايه الكوليستريديم دي الكوليستريديم دي ما انشاءها ان هي عايشة اصلا الهابيتات بتاعها سابروفايت سابروفايت يعني رمية مش عايزة فعايشة في الصويل في الثربة طيب جاي من للتربة منين جاي منger أي تي بتاع الهيومال أو الأنيمال فتنزل مع البراز وبتلوث الصويل طيب البكتيريا دي لها طبيعة خاصة ان البكتيريا دي اناروبيك فكرنا يا دكتور يعني اناروبيك بكتيريا الانيربيك بكتيريا خبتها في الترم الأول معناها انها بكتيريا ما تقدرش تعيش في وجود الأكسجين طب لما يبقى في اكسجن وتبقى موجودة في الطربة وحولها وتعمل ايه تتحول لسبور يعني ايه سبور سبور يعني highly resistant highly resistant resting form highly resistant resting form highly resistant resting form دي اه تدنها سبور لحد ما تلاقي الظروف الانيروبك المناسبة فاول ما تلاقي الظروف انيروبك يعني ما بقاش في اكسجن تروح على طول متحولة اللي الجرموفورم او للبكتريا اللي تقدر تعمل الدزيز وتعملك المشكلة بتاعتنا طب يا دكتور مشي هتلاقي الظروف الانيروبك دي فين ايه وهي دي التركة اصلا هو تلاقي الظروف الانيروبك فين مع wonder infection طب يا دكتور هو ال원� highly rich يعني ايه الانيروبك يعني ما فيش اكسجن فلو في نيكروتيك تيشو او فيس كيميا يعني ما فيش دم فده معناه ان ما فيش اكسجن مش معنى ان ما فيش اكسجن يعني احنا حطنا البكتيريا جوه وردمنا عليها بشامع مثلا لا لا خالص معنى يعني اي في الواند والمكان ده مش وصل له دم كفاية وبالتالي الظروف يعني نقص في الدم والأكسجن اللي متشال على الدم وبالتالي هتبقى يبقى البكتيريا دي هتبحث عن الظروف الانيروبيك علشان تعمل وتعمل لك المرض اللي اسمه طيب بتشوفها فين في العيادة ده كل ما بدأناش في الورقة بتشوفها فين في العيادة مثلا يعني بتشوفها مع واحد مثلا كان مجروح في حدسة وكان عنده فيه جرح متهتك او واللسيريتد مصل ديت للأسف الدكتور عمل له جبس والجبس كان طايت وده مش صح يعني هنبقى نعرفك او انت تلاقيك عرفت في العزام المفروض الجبس يتعمل ازاي وفي حالة ايه وطبيعته ايه فالجبس طبعا كان طايت وبالتالي لما حصل اديمة واللمب اللي هو من الجبس دو اتورم فضغط عليه الجبس وحصل ضغط فبقى فيه اماكن اسكيميك وما فيهاش دم والاماكن الاسكيميك اللي ما فيهاش دم دي يا دكتور يعني انيروبك يعني هتسمح بنمو البكتيري او بتحصل مع مرضى السكر غالبا لانه مشكلة مرضى السكر دول ان الاحساس عندهم ضعيف فعندهم بريفرال نيروباثي فيبقى لابس جازمة ديئة او لابس جازمة وفيها طوبة من جوه هو مش حاسس ان فيها الطوبة فالطوبة دي ضغطة او الجازمة الديئة دي ضغطة على صابع رجله وحبس عنه الدم فعملت انيروبك كوندشن وطالما عملت جرح وفي انيروبك كوندشن فيحصل له غرغرينة او جاز جانجرين اول حاجة انا حب ببدأ بها في الجاز جانجرين زي ما الورقة بتاعة البيدي اف دي بتوضح ان انا بحب ببدأ بالباثوجينيسز معلش مش مكتوب العنوان يعني ان انا بتكلم على باثوجينيسز بس الباثوجينيسيز هتلملك آآ كزا سؤال السؤال الاول احنا متكلم على ايه الباثوجينيسيز بتاع الجاز جنجرين آآ احنا عندنا الكوليستريديم مش بكترياية واحدة وهتعملك انفكشن لا يعني مجموعة بكتريا مع بعض كده بيتدخلوا مع بعض والمجموعة دي مع بعض هينتقلك في النهاية مرض اللي اسمه جاز جنجرين ونفهم ليه اسمه جاز جنجرين كمان شوية آآ الاتنين او الكوليستريديم بتتقسم الاتنين جروب جروب اسمه ساكروليتك ومن اسمه سكر يعني بيشتغل على السكر ساكروليتك يعني بيشتغل على الشجر او الكربوهيدريت الساكروليتك جروب بكتريا اسمها كوليستريديم ويلسي اللي اسمها التاني كوليستريديم بيرفيرونجل هتلاقي مكتوبة في عنوان تحت وبكتريا اسمها كوليستريديم اديميتاس بكتريا اسمها كوليستريديم سيبتيكاس لو قاريتهم من تحت الفوق كده بكتيريا اسمها كوليستريديام ويلسي ديميتاس سيبتيكاس والجروب الاخر اسمه بروتيوليت الجروب بكتيريا اسمها كوليستريديام سبورو جينوس وكوليستريديام هستوليتيكم من اللي هي اللي بتشتغل الاول الساكروليت الجروب بتشتغل على ايه بتشتغل على الكربوهيدريت او الجلايكوجين اللي موجود في اللاسيريت المصل تعمل في ايه هي اسمها ساكروليت الجروب فتعمل فرمنتاشن للكربوهيدريت اللي موجود في العضلة المتهتكة دي فيحصل طب ماشي ايه بقى دكتور احنا كان ده في العمل التاع المايكرو يحصل يعني تخمر السكر وينتج عن التخمر ده حمض وغاز الجاز ده يعمل كأنك مسك العضلة وبتنفخها بغازات بابلز كده من الغاز فيضغط على البلد فيسل فيحصل اسكيميا والاسكيميا تؤدي الى نكروزيس فيحصل اسكيميك نكروزيس الفن هربيض يعني بقى فيس كيميا وفيس كيميك نكروزيس يعني مور اندو مور انفكشن طيب يجي الجاز جنجري البروتوليت الجروب تعمل ايه دي لها الساكندري رول يعني تشتغل على النكريتك تيشو اللي هي أوريديت عمل بالساكروليت الجروب او اصلا اللي معمول بالجرح وتعمل لك في بلاك كالر جايين منين البلاك كالر والبلاك كالر دول البلاك كالر جاي من كابرتيت الحديد والبلاك كالر تمام مش مهم ولكن هو دوت البكتيريا من اللي مسؤولة عن البلاك كالر والباد اودر هي البروتوليت الجروب طيب من اللي مسؤولة عن اي حاجة تانية عشان الامسيك تيو هو الساكروليت الجروب تمام طيب تعال نشوف الهابيتات بتاعنا ايه قلنا سابروفايت في الجيو ايتي بتاع الهيومان والانيمال فبتنزل مع البراز بتاعه فتخرج تستنى في السويل وتتحول لسبور يعني اسبور يعني طيب ايه المورفولوجي المورفولوجي بتاع الجرام البكتيريا دي هي عبارة عن جرام بوزتف باسللاي باسللاي يعني روز وبتبان لونها ازرق هي جرام بوزتف باسللاي يقيمت لها كل واحدة لوحدها يقيمت نينات وبتبقى المورفولوجي بتاعتها مناكس وسون زي ما انت شاف يعني مناكس دي المورفولوجي دايما انت بتعلق على ست نوات اي مورفولوجي بتاع بكتيريا بقى عشان ايه هيجيلنا بكتيريات تاني كتير المرفولوجي بتاعتها عبارة عن ست نقطة النقطة الاولى هي اه دي جرام بوستف كوكاي يعني مكورة ولا بس اللاي يعني رودز لا دي بس اللاي نقطة التالتة زي ما بتدخل المدرج كده فاول حاجة بتشوفها في المدرجات عشان تعرف ده اهلي ولا زمالك بتشوف اللون المدرجات حمرة اه يبقى اهلي المدرجات بيضة تبقى زمالك فاول حاجة بتشوفها هي جرام بوستف يعني زرقة ولا جرام نيجاتف يعني حمرة تاني حاجة بتشوفها هي النوعية بتاعت الناس اللي في المدرجات دول بس اللاي ولا كوكاي تالت حاجة الدخلة اللي عاملينها بترتيب بتاعهم الدخلة الترتيب الرنجد سينجل ولا الرنجد امبيرز بعدين تلات نقطة تانيين هي موطيل ولا لأ كابسوليتد ولا لأ اسبور فورمينج ولا لأ ولو اسبور بتوصف تلات اوصاف السايز والشيب والسايت طيب هو بيقول لك بقى هي جرام بوستف بس اللاي الرنجد سينجل او امبيرز دول تلات نقطة بعدين منكس وسون دي منكس ام موطيل انسي نون كابسوليتد اس اسبور فورمينج يبقى انت هتحفظ ايه انها كلها منكس موطيل نون كابسوليتد اسبور فورمينج طيب اللي اسبور شكله ايه شكله ساب تيرمينل و اوفل و نوت بلج اليها صندي ساب تيرمينل و اوفل و نوت بلج طيب يبقى هما كله موطيل مكتوبة في السطر اللي تحتها موطيل و نون كابسوليتد وسبور فورمينج ماشي مع عادة الكوليستريديم ويلسي اللي اسمها برضو كوليستريديم برفرينج بتبقى معكوسة نون موطيل و كابسوليتد اسبور از اوفل و ساب تيرمينل و نوت بلج بعدين اللي اسبور بوزيشن ده بيحددلي فيه تيرمينل قوي فيه ساب تيرمينل و هكذا الكوليستريديم برفرينجن لو لقيتها في المية فده معناه فيه كالبوليوشن و فوطر يعني لو لقيت انت جاي في مية حنفية او مية ترومبا و خدت منها عينة فلقيت فيها كوليستريديم برفرينجن فتعرف على طول او كوليستريديم ويلسي فتعرف ان معناه ان المية دي مخلطة على الصرف الصحي و دي كده معناه ان فيه تلوث لمياه الشرب خلاص طيب الكوليستريديم برفرينجن دي اشهر ارجانيزم بيع موجود فيه الجاز جنجرين اللي اسمها التاني كوليستريديم ويلسي دي الاشهر على الاطلاق و دي خمس انواع خمس انواع على حسب الانتجن و التوكسن اللي بتطلعها الخمس انواع هم اي و بي و سي و دي و اي خلاص طب دكتور مين اهم نوع بيعمل انفكشن في اليومان هو طيب اي و طيب سي و طيب ايه تحديدا بيتقسم لانواع اهمهم اي وان ده اللي بيعمل جاز جنجرين وانيروبك سيولايتس مش السيولايتس بيعمل انيروبك سيولايتس و بيعمل يوتيراين انفكشن تمان طيب ايه توكسن اللي بتطلع من الكوليستريديم بيرفرينجين متجمع في نيمونيك لازيز اسمه ايكستراتي شاي زيادة ايكستراتي ايكستراتي ايكستراتيولار انزين و ده مسؤول عن الانفاجن زي هيمولايسن يقصر الاربسيز او يعمل هيموليسز في الاربسيز وبروتياز بيقصر بروتين وهيالويرنديز بيقصر هيالويرنك اسد و دي اني ايز و كلاجينيز بعدين فيه توكسن مهم جدا جدا اسمه ثيتا توكسن و ده اكسجين لابايل سايتولايسن ده بيعمل تيشو ديستراكشن و فيه توكسن اسمه انتيرو توكسن ده المسؤول عن الفوت بويزنينج و فيه توكسن اسمه الفا توكسن او ليسيسينيز و ده اهم حاجة ان احنا بنعمله بتست اسمه نيجلر ري اكشن طيب ازاي تشخص حالة طب بل بص هو مش مكتوب المرض ولكن هو يا دكتور المرض يبقى فيه ايه يعني المرض يبقى فيه ايه لو انت بصيت كده فوق على الباثوجينيس تاني اتشو مليان جازس و النكروتيك تشو تحول لبلاك كالر و باد اودر فانت هتلاقي الراجل ده عنده مثلا غرغرينة في رجله هتلاقي الغرغرينة شكلها ايه هتلاقي رجله لونها اسود و ريحتها وحشة خلاص لونها اسود و الريحة وحشة جدا طلعة نتانة و عفانة طلعة لان مش اتشو معفن لا قد طلع اتش تو اس من نواتج الميتابوليزم او بتاع البروتوليت الجروب طب والساكروتيك جروب اللي عملت جازس لما تيجي تدوس على الرجل اللي تلاقيه بالطقطة عارف انت فيه غازات جوه وعملت فتح ما بين التشوز ماشي فالكريبيتيشن كريبيتيشن اللي هي الطقطة زي طقطة الشيشة يعني الكريبيتيشن ايه سببها سببها الجاز فورميشن اللي عمل الجاز هو اللي عمل الطقطة دي طب ازاي نشخص ناخد سبس من عينة الاول من الوند او الباص او التشو بعدين نشوفها تحت الميكروسكوب هتلاقي فيه جرام بوسط في اسبور فورمينج اللي هي البكتيريا الكوليستريديا من اللي احنا بنتكلم عنها من شوية وهتلاقي بقى معها بايوجين الكوكاي وجرام نيجات في باصل لاي بكتيريا كتير حوليها ايه السبب يعني ان البكتيريا اللي حوليها البكتيريا والانفكشن بتسهل الجاز جنجري L'انها بتعمل이라고 كونسانشن للأكسجين بتخلص الاكسجين وبالتالي بتزود الانيروبك كونديشن بعدين الكالتشر هتزرع على انيروبك كالتشر زي البلد اجار وبالمناسبة لو انت اتزود فيه الروبرتسون كوكديمية بروث بلد اجار في انيروبك جار وثيو جايكوليك بروث وروبرتسون كوكديميت بروث طلعت الكلونيز على المزرعة نتعرف عليها بالمرفولوجي والبيوكيميكال راكشن البيوكيميكال راكشن معمولة في ليمونيك بس سنسين نتلونها جاز نيجلر جاز جي جيلاتين لكوفاكشن واندول بوصدف الاي اسيدي فاي وكلوت الليتماس ميلك ده نوع من الرياكشن ليتماس ميلك زي الليتماس بيبر كده ويعمل حاجة اسمها ستور ميكلوت راكشن المسؤولة عنها هي الساكروليت الجروب وحاجة اسمها ده سؤال MSQ مهم وشجر فرمنتشن وزاسد اندجاز برضو الساكروليت الجروب ونجلى الرياكشن علشان تدتكت الليسي سينيز تمام وانيمال انيكوليشن هتحقنا هتلاقي الحيوان هيموت بعد يوم او يومين تمام بس بعد كده زي المريض اللي عندك ما تخلوش يحصل له جاز جنجرين لازم تنظف الجرح كويس جدا 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 وتعمل سيرجيكال دبرايدمين تكحت لازم تشيل كل النيكروزيس علشان تشيل يعني القاعدة المشهورة جراح اشتر دم اكتر كل ما يجيب دم كده في الدريسنج وفي الغيار فده معناه ان الجراح متوصي بيك يعني انه عنده ضمير علشان كل ما يظهر دم في الجرح فده معناه ان خلاص دي بقت فده الفكرة من كحت البيت سور والجروح اللي انت تلاقي عليها لازم تشيل النيكروزيس ده كله وتخلي وتدي طبعا انتيبيوتك يبقى احنا هننضف الجرح كويس ونكحته وندي مضد حيه طب العلاج برضو كحت ده اهم حاجة سيرجيكال دبرايدمينت وبرضو بنيدي انتيبيوتك وانتي توكسين ده طريقة العلاج باكسجين ضغط عالي ده مش موجود في عماكن كتيرة في مصر تقريبا في مكانين معهد ناصر مش عارف ايه كده البحث الفضائية بتاع الجيش حاجة كده يعني المهم ان ده حاجة كده بيحاولوا يعالجوا بيها اللي هو ما بين انه يكون حي وانه هو مات يعني طيب نرجع يعني لو انت عايز تشوف ايه اسئلة وانت تبقى عارف مين طب مين اهم اورجانزم فيهم هو الكليستيريديم والسي اللي هو نفسه الكليستيريديم بيرفرينجن طب مين الي مسؤول عن البلاد كالر والباد اودر لأ دي البروتيليتك جروب طب مين الي بيعمل الكريبيتاشن لأ ده الجاز اللي خارج بيه الساكروليتك جروب طب ايه المورفولوجي وهي سبرفورمينج ولا لأ طب موتايل ولا لأ طب كابسوليتد ولا لأ التوكسنز اللي بتطلع ايه طبيعتها السؤال برضو ده علشان تدتكت إيه عشان تدتكت الليسي سينيز أو بالدتكت الليسي سينيز بإيه بالنيجلال ريأكشن طب مين اللي بيعمل فيه ده تمام طب إيه أهم حاجة في علاج الجاز جنجرين هي السيرجيكال ديبرايدمنت تمام بالتوفيق إن شاء الله